حرب الزيارات غموض استراتيجي تتخذه الولايات المتحدة لمواجهة الصين إذ يشوب العلاقات بينهما توتر أصلاً في قضايا مختلفة أبرزها قضية تايوان وبالرغم من التحذيرات الصينية يستقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي رئيسة تايوان تساي إنغوين في كاليفورنيا اجتماع أثار حتى قبل انعقاده غضب الصين أنا متفائل بأننا سنواصل البحث عن سبل للشعبين الأمريكي والتايواني للعمل معاً ولتعزيز الحرية الاقتصادية والديمقراطية والسلام والاستقرار الإقليمي بروتوكولياً زيارة تساي إلى الولايات المتحدة لم تعتبر رسمية بل مجرد محطة عبور ترانزيت في طريق عودتها إلى بلادها من جولة في أمريكا اللاتينية لكنها أرادت إيصال رسالة مهمة إلى بكين وهي داخل الأراضي الأمريكية أود أن أشكر مكارثي والنواب الآخرين في الكونغرس من الحزبين الذين حضروا اليوم للانضمام إلينا وجودهم ودعمهم الثابت يطمئن شعب تايوان بأننا لسنا معزولين ولسنا وحدنا إدارة بايدن سعت من أول لحظة إلى اعتبار أن الزيارة تأتي في السياق الطبيعي من العلاقات بين البلدين حيث دعى وزير الخارجية أنتوني بلينكين الحكومة الصينية إلى عدم استخدام الاجتماع بين مكارثي واتساي ذريعة لإثارة التوترات التحسس الصيني من تلك الزيارة لم يأتي من فراغ فبكين تعتبر جزيرة تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة إن لزم الأمر وهو ما جعلها توجه تحذيرات إلى واشنطن وتتواعد بالرد وفي أغسطس الماضي زارت الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي تايوان مثيرة غضب الصين التي ردت بإجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق حول الجزيرة وعلى غرار زيارة بيلوسي أراد كيفين مكارثي التوجه إلى تايوان لكنه فضل في نهاية المطاف لقاءة سايم مع عدد من أعضاء الكونغرس في مكتبة ريغان الرئاسية واعتماد مقاربة أقل تحديا مع بكين علي المسوي تيرت عربي ترجمة نانسي قنقر